طيب الغيرة تمام انه يسيطر شويتين كده لطف اللي هي البهارات الحلوة لكن برضو ارجعتيني انا لحداك قلتو ده انا ايمان مش شايفة تاكسك يعني يعني ماشي يعني انا مسلا بحب الراجل الغيور فدلوقتي طبعا هيصوتوا يطلع تتكلم عن شخصيات تاكسك وبعدك بتقول الشخصيات يعني بجد انا مسلا بحب الشخصيات الغيورة الراجل بالنسبة لي لازم يغير بس يغير فعل مش كلام لان فيه ناس بتوهم بالغيرة توهم بالحب لكن واحب الافعال الافعال كده الافعال اللي هو الاحتواء اللي هو الراجل لازم يحتويني ولاقيه معايا في كل موقف الصعبة والحلوة يعني الحلوة قبل الوحشة وحاجات كده اه دي حلوة طبعا ما هو بقى ده لكن هل لو غار عليكي وقالك ما تنزليش الشغل لا دي تبقى اوكي لا يقعد بقى في بيته اه بزفت يقعد بقى في بيته متكرم متحسن ما يجيش اصلا يعني بزفت اه معايكي في الحتة دي ميجي بقى على الكيان ان الشغل بس فيه ستات كده كده ما بتشتغلش يعني اقصد بقى ايه اللي كده كده ما بتشتغلش وقعدة في البيت من اول يوم خدها فيه تجوزها ما هو بص يقولك الراجل على ما تعوديه هو اخدني من بيت اهلي ايه بشتغل مدام هو اخدني من بيت اهلي بشتغل فهو ما يقدرش يجب عليكي قولي يقعد من الشغل لكن الكلام ده بيعودوا يتحكموا فيهم لما يكونوا اخدها ما بتشتغلش تقولوا ايه انا هاي تنزل بقى اشتغل انا هايز اعمل مشروع فبيبقى فيه بقى ايه لحظات لبس كده اللي هو هتمسك فلوس وتتغرر علي ايوه هتسبني طب لو اشتغلت طب ما انا دلوقتي زللها بالقرشين اللي بدهم لها طب لما تبقى ليها فلوسها الخاصة وعندها فلوس في البنك دي هترميني في الشارع ليه ده هو التسلط ده اللي بيتحكم في العلاقة ان هي ما يفعش تمسك فلوس ما يفعش تنزل الشو هو ده التوكسيك اللي بنكلم عليه ده التوكسيك لكن دي مش غيرة الغيرة المقبولة زي ما قلتلك اه ان احرارة بتاعت الرجالة دي على الست اه اوكي ماشي